صباح الأمل صباح التفاؤل صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعة واثناشر مايو عشرين وواحد وعشرين يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة صباح الفل يا صحيح الحمد لله صباح الخير على حضراتكم جميعاً صباحكم يا رب ابتسام وصباحكم بركة صباحكم رزق وعفية وراحت بال على كل مشاهدين الغاليين في كل مكان كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل إخواتنا المسلمين في كل مكان طيبين بمناسبة عيد الفطر يا رب أيام كلها خير أيام كلها بركة أيام كلها محبة بتجمعنا وتربطنا زي عهدنا دايماً مع بعض مهما كانت الأحداث ومهما كانت الظروف تكون أيام رغم صعوبتها وكورونا والدنيا المقفولة والناس مش عارفة تنبسط يعني قوي تعيد لكن الفرحة بتبقى من القلب وبالمشاعر الحلوة اللي دايماً بنشارك بيها بعض وبنفرح عشان بعض ونعيد على بعض وروح الحلوة اللي تميز بها المصرين عن أي مكان تاني في الدنيا في الأعياد أعياد مسيحيين أعياد المسلمين لكن هو عيد للمصريين بيبقى فيها دايماً أحساس البهجة والفرحة كل سنة وأنتو طيبين وبخير كل سنة وكل إخواتنا المسلمين طيبين وبألف خير كل سنة وكل المصريين وكل الناس يا رب في كل الدنيا طيبين وبألف خير ويا رب دايماً حياتنا كلها أعياد وسعادة وتبقى أيام كلها بركة بنحتفل بأسوامنا مع بعض ونحتفل بالأعياد في أوقات قريبة جداً مع بعض يا رب بيكون أيام خير وربنا يزيح الوباء عن مصر وعن العالم كله عشان نعرف نحتفل ونعرف نروح ونيجي عند بعض بدل ما احنا بقلنا سنتين عاديين في البيت والدنيا صعبة جداً يا رب تبقى أيام كلها خير وبركة وسحة وسعادة بالصفت كده وأنا أتمنى برضو في الفترة بتاعة العيد تكون فترة نرفع سماعة التليفون على بعض يمكن الوقت ده في الزيارات والمعايدات مش زي زمان لكن أيام فيها المحبوس في البيت مش قادر يخرج التعبان لما لهش حد يسأل عليه فأنا أتمنى كده عيدوا على أخواتكم وعلى جرانكم وعلى حبيبكم وخلوا روح الود والمحبة كده يعني ترجع حلوة كده زي زمان يمكن التليفون والكلمة الحلوة والمعايدة تهون أيام صعبة أو أيام ممكن فيها وجه على ناس كتير فضل إسحاب عايزة أبتدي مع حضراتكم من ساعات قليلة وبعد كمان يمكن منتصف الليل أصدرت النيابة العامة المصرية بيان رسمي عن وقعة فندق الفيرمونت عارفين حضراتكم موقعة فندق الفيرمونت اللي تم اتهم فيها عدد من الشباب بالاعتداء على فتاة بدون رغبتها في أحد الفنادق الكبيرة طبعا لو في فندق الفيرمونت بالقاهرة وتم القبض على الشباب من حوالي 9 شهور من 9 شهور تحقيقات مستمرة للنيابة العامة المصرية في الآخر خالص عشان البيان مطول قوي فأنا مش عايزة أراءة على حضراتكم لكن باختصار خالص تم إخلاء سبيل المتهمين وتقريبا وقف القضية مؤقتا يعني أن يظهر أي حاجة جديدة لو قالت النيابة العامة وفندت في بيانها أن خلال 9 شهور تم تحقيقات كثيرة جدا في القضية ومع كل المتهمين لكن ما فيش حاجة ثابتة وما فيش حاجة قوية تستدعي أن أنت تقدر الورقة تقدمه للمحكمة والنيابة تكلمت في حتة هي دي أنا وهبة يمكن اللي عايزين نتكي عليها جدا النهار اللي هو فكرة أن الوقعة تمت في 2014 وتم تقديم البلاغ سنة كام؟ سنة 2020 يعني البنت اللي تعرضت للإقتصاب أو تعرضت لهذه القضية كان قدمت البلاغ بعد ست سنين بعد ست سنين بتبتدي تحكي تفاصيل تمت من ست سنين فات فالنيابة العامة بتقول يعني أن ده وقت متأخر جدا على مثل هذه القضايا يعني أنت عايزني يعني لو وقت قريب بتبتدي تفرغ الكاميرات بتبتدي تعمل أمور أخرى بتبتدي النيابة العامة مساحة أن هي تقدر تطلع على بعض الأمور تتابع الموظفين اللي كانوا شغالين في الفندق تسأل تعمل لكن أنت قدمت البلاغ أو البنت قدمت البلاغ بعد ست سنين وده اللي عطل القضية وده اللي عطل أن القضية تكمل بالشكل اللي احنا كلنا كنا نتمنى يعني أنت بتتكلم من القضية بقالها النهاردة سبع سنين التراخي في الإبلاغ دي من النقطة المهمة جدا اللي ذكرتها النيابة في البيان التراخي في الإبلاغ طب إيه اللي يخلي بنت تم الاعتداء عليها أنا مش بتكلم عن الحدثة دي تحديدا لكن خلينا نوسع الأمور بشكل أكبر شوي البنت اللي بتتعرض للتحرش أو الإغتصاب إيه اللي بيخليها تتراخي أو ما تروحش يتبلغ وبكل صراحة كده إحنا في مجتمع دايما بيشوف الضحية اللي من النوع ده من القضايا تحديدا وبدل ما تكون هي المجني عليها المجتمع بتعامل معاها على إنها الجاني نظرة المجتمع عليها ده رقم واحد هل يعني بيتقبلوها وبيعرفوا يتعاملوا معاها بيقفوا معاها وبيسندوها ويبقوا عارفين إن دي حاجة كانت غصبة عنها وإنها ضحية وإنها لازم تاخد حقها واللي مفروض إن يشهد معاها لو في شهود يعني لو حاجة حصلت في الشارع التحارش والناس بدل ما كل واحد بيتفرج واللي بيصور بالموبايل بس عشان ينشر على السوشيال ميديا ويمشوا كأنه ما يعرفش حاجة ولا المفروض إن يكون نظرة المجتمع للضحية مختلفة عن كده دي نقطة أهل بقى البنت اللي بتتعرض للاغتصاب أو للتحارش موقفهم بيكون إيه هل الأهل بيساعدوا البنت ويشجعوها إنها تروح أصلا تبلغ يمكن في بعض الأحيان وفي التحارش طبعا مش بقول في الغتصاب البنت في بعض الأحيان بتخاف إنها تقول لأهلها يعني إن حصل حاجة معاها في السك أو في الطريق وهي ماشية أو مش عارفة مين نتعرض لها ليه؟ لأن هجمهم عليها أحيانا بيكون زيهم زي المجتمع يعني لبساها عمل إزاي أنت عشان رجع متأخرة أنت عشان مش عارف إيه لأ الناس تقول علينا إيه إحنا مش عايزين كلام والناس تكل بوشينا عيش ونسكت أحسن خلاص كإنها ما حصلش حاجة ده هو اللي بيخلي فيه تراخي أو عدم إبلاغ على جرائم من النوع ده نظرة المجتمع رقم واحد تعامل الأهل مع بنتهم اللي بيحصل معها كده رقم اتنين وبتكون النتيجة زي ما سحق ذكروا أرعى حضراتكم دلوقتي بيان النيابة أن ده بيكون سبب أن مش عارفين بيجيبوا حق البنت ما فيش أدلة ما فيش شهود ما فيش أي حاجة عاجة بسيطة جدا برضو فنية يمكن أكيد حضراتكم تعرفوها يعني النهاردة عشان أفرغ كاميرات الكاميرات ممكن تسجل معايا يمكن لغاية شهر ولا شهر وشوية كمان لو كاميرات فنادق ممكن تبقى يمكن ربما يكون فيه أجهزة أحدث من كده توصل لشهرين وثلاثة لكن عمري ما فيه كاميرات هتسجل أحداث لمدة ستة سبعة سنين فهو ده اللي بيعطل الأمور أنا مش هقول كلام أكتر من اللي قالت وهيبا فكرة البنت دايما بتبقى خايفة من أهلها لأن أهلها بيحسبوها إيه البنت جابت لنا العار وأنا مش بيتكلم على فكرة الجملة دي بتتألف الصعيد مثلا أو بتتألف منطقة معينة بتألف مصر كلها بمختلف ثقافتهم بمختلف درجة تعليمهم بمختلف مستوائهم الاجتماعي كله بيفكر في هذا الكلام إحنا الناس تتاكل وشينا يقول لك تابو إيه اللي ودها معاهم الفندق طب الناس هتقول بنتكم بنتي مش كويسة قال لي ماشية أصلا كان إيه لازمته الفرح ولا الحفلة اللي هي رحتها آه كان إيه لازمته كان هي لبسها كانت طريقتها فالبنت بتبقى خايفة من أهلها رقم واحد وخايفة من المجتمع ككل رقم اتنين فأنا بشوف أن القضية دي إنذار لكل واحد فينا ما تخوفش بنتك ما تخوفوش بناتكم خلي بناتكم تيجي تحكي لكم خلي بنتك وتيجي تحكي لك إن فيه حد عكسها إن فيه حد تحرش بيها إن فيه كذا وكذا وكذا وما تبقاش خايفة من ماما ولا من بابا ولا من أخوها ما تبقاش خايفة تبقى عايزة تقول وتبقى عايزة تحكي لأهلها أقرب الناس ليها وتبقى عارفة ومتأكدة إنهم يقفوا جنبها بالضبط الفكرة إن إحنا بنخوفهم وبنرهبهم وفي بعض الأحيان كمان بيحبسوا البنات إنها بعد اللي بيحصل معها ده ما تخرجيش وما تتعبليش حد وكأنك إحنا خلاص ماتت بالنسبة لنا فلما الأهل يعملوا مع البنات كده يبقى المجتمع هيعمل معهم إيه لكن خلينا أقول لحضراتكم إن الدور المفروض إنه مش بس على الأهل والمجتمع لكن كمان السنة دي الدراما بشكل عام يمكن في أكتر من عمل درامي وده حاجة ميزة رمضان السنة دي إنه كان فيه مجموعة من الأعمال الدرامية اللي كلها كانت جيدة الحقيقة يعني تستحق المشاهدة فعلا كان من ضمنها مسلسل التوص واللي كان بيتكلم أو بيعالج قضية زي اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي الضحية اللي بتغتصب وإيه اللي بيتم معاه ونظرة المجتمع ليها شكله إيه ومين اللي بيسندها مين اللي مؤمن بقضيتها وإزاي الناس بتتعامل معها فعلا وكأنها هي المجرمة أو هي هي بقت الجاني اللي هي لما فكرت إنها يعني طبعا ده اللي جسدت دور البنت اللي اتعرضت للاغتصاب كانت الفرنانة المتميزة طبعا صهر الصيغ لما فكرت إنها تنزل تشتغل في كافي أو في مطعم وبيشبهوا عليها مش أنت البنت بتاعت قضية كذا ويبدأ بقى الإحراج والخجل وإنها تسيب الشغل بتاعها تعامل المجتمع معها نقطة تانية كمان مهمة الحلقة الأخيرة كانت من المسلسل المبارح كان فيها تفاصيل كتير كلها رسائل مهمة ورسائل إيجابية أنا بشوفها من ضمنها أنه ليه ما يكونش فيه كورسات طوعية للأولاد للبنات من الحاجات اللي زي كده يشارك فيها مين يشارك فيها متخصصين أطباء نفسيين يشارك فيها إعلاميين يشارك فيها استشاريين نفسيين يشارك فيها بنات اتعرضوا كمان لنفس نوعية المشاكل دي وتعافوا نفسيا ونفسهم أنهم يساعدوا ويواعوا البنات يواعوا كمان الأمهات والأباء لو قدروا النوم في الكورس كما بيتعاملوا مع البنات يقولها لو اتعرضت الموقف زي ده المفروض أن أنت تعمل إيه الصفحة التي اتعاملت عشان يفضحوا فيها المجرمين ابتدت البنات بدل ما كانت خايفة تتواصل بقى مع صاحب الصفحة أو صاحبة الصفحة وتقول أنا كمان حصل معايا كده بالفكرة احنا في قضية تكلمنا فيها قريب فيها تقريبا نفس الخيط أن حد يتكلم فابتدى الكل يتجرأ ويتكلم ويقول طب ما حصل معايا كذا وكذا وكذا فإحنا كان لازم حد يشجع في الأول خلى البنات ما تخافش وتطلع تقول الفكرة كلها نحن عايزين نكسر حاجز الخوف عند بنتنا أول حاجة مش بقولك بقى مش عايزين نتكلم اللي هو بالشكل العام قوي أنا بكلم كل حد وهو بيفكر ما يفكرش فكرة البنات كلها في مصر البنات كلها في كل العالم لا فكر في بنتك أكتر حد قريب ليك فكر في أختك الصغيرة أكتر حد قريب ليك فكر في مراتك فكر في أي حق فكر في البنات أو السيدات اللي في المحيط بتاعك اللي أنت بتتعامل معاهم إزاي أنت ما تبقاش بالنسبة لهم البعبع اللي هما خايفين يحكوا منه لا أنت احتوي أنت لما تكون بابا بجد تحتوي لما تكون أخ بجد تحتوي ده أنت تحتوي حتى لو البنت نفسها غلطت يعني أنا بأتكلمك في بنت تم التحرش بها فهي ما غلطتش ده في طرف تاني غلط لازم يتعاقب لكن أنا بأوصلك كمان لفكرة إذا كان حتى البنت أخطأت فإن هي ما تبقاش خايفة أن أنت تقتلها أو تموتها أو ترميها أو يعني تعلمها نبهها للبعد ويعني إحنا لما بنتكلم على الأطفال الصغيرين وقضايا التحرش طبعا إحنا يعني شفنا قضية المعادي واللي حصل فيها وغيرها من قضايا كده كتير لكن لما بتعلم بنتك من وهي صغير أو ابنك أن لما حد يتحرش بيه خلي صوتك عالي ما تخافش يقول لأ سرخ يعني اعمل أي حاجة أنت كده ما بتعلموش بناتك ولا أولادكم يكونوا سلبيين لما حد يجي جنبك وإنت صاحب حق خلي صوتك عالي ده بيكبر معاهم كمان لما بيكبروا بيبقى عندهم ثقة في نفسهم حتى لو تم الاعتداء عليهم أو حد يتحرش بيهم يبقى صوتهم عالي ويدوروا على حقهم ده اللي احنا عايزين أو رسالتنا النهاردة لكل البنات وكل أسر البنات في كل مكان احنا لأ احنا محتاجين نتعامل بشكل مختلف وبشكل أرقى ونكون احنا الأمان مش مصدر الخوف صحيح ناخد بعض التعليقات فضل ومشنودة بتصبح علينا وربنا يبرككم يحفظكم كل سنة والشعب المصر كل بخير ماريا انفرج بتقول أحب عيد على أخوات المسلمين عمارة مكاريس كل سنة وانتوا طيبين فلومينا شكري برضو بتعيد على الناس كلها وشنودة غبريال بتقول ست سنين كتير جدا كافية تمحي الأدلة للأسف المجتمع وتقاليده هو السبب في أن البنت تضيع حقها كمان الأسرة وخصوصا في الصعيد لهم عاداتهم وتقاليدهم اللي بيحملوا البنت مسئولية المشكلة فعلا ده بيحصل وده بيضيع حقها المفروض نشجع البنات ازاي ياخدوا حقهم بكل قوة نرب البنات على الشجاعة وعدم الخوف بس أنا أزود على حضرتك حاجة صغيرة مش في الصعيد بس أنا رأيي أن في مصر كلها في مختلف الأماكن بمختلف الثقافة والوضع الاجتماعي حقا صحيح طيب أستاذ يسري ثابت بيقول ليه البنت تروح الأماكن اللي تسيء لها هل معنى أن البنت تعرضت لتحرش أو البنات اللي تعرض للاغتصاب كل البنات دي راحت لمكان بيسيء لها على فكرة ده بيحصل في الشارع وهي ناس اللي تشتري طلبات للبيت ماشي في وسط الناس ويمكن كمان في الحتة اللي هي سكنة فيها وبيتم التحرش بيها فهو ده بقى إحنا بنتهم أو بنرمي اللهم على البنت مش شرط أن عشان حصل فيها كده تكون هي اللي راحت لمكان يسيء لها ولو حصل بنعلم بناتنا مش بنتهمهم أو نكباتهم كده مننا أستاذ سمير دميان بيقول تعبنا من مسلسلات كل نواح وصياح عالي وشدة أعصاب واستخدام السلح لأ الحقيق أنا بشوف أن السنة دي كان فيه مجموعة من يعني ما أقولش كل لكن كان فيه مجموعة من الأعمال الدرامية كانت جيدة وكان فيها رسائل إيجابية ورسائل هدفة للمجتمع يعني أنا بتكلم عن الطووس قبل كنتكلمنا عن الاختيار وغيرها من مجموعة من الأعمال بصي إسحاق إبراهيم بيقولك بيقولك ساعات سبب التحرش بيكون من البنات بأمان أنا مش فهمها ومش بتاريق عشان بس فيه ناس بنا ما بنتكلم بيزعلوا لو حركت بعت لنا كلام تفصيلي يعني إيه من البنات يعني النهاردة أنا لو شفت واحدة لو اللي أنا فهمته صح يعني لو أنت شفت واحدة لبسة لبس بالنسبة لك أنت مش كويس وبالنسبة لك أنت لا يناسب أفكارك تمام ده بيعمل إيه جواكي يخليك تروح تتحرش بيها يعني هل ده يديك الحق أنت تروح تتحرش ببنت ماشا في الشارع أو بنت ركبة مواصلة عشان مجرد أني لبسها بيثيرك مثلا يعني أنا برضو عايز أعرف يعني لأن ده مش بيحصل غير ما يحصلش أبدا ما بين بن أدمين وبعضها يعني فلو توضح لنا يبقى كويس طيب أستاذ ساروة تعادلي بيقول صباح الخير وعايز أقول لأخواتي المسلمين كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير والصحة بالنسبة للتحرش بقى لازم تدخل المواطنين الشرفاء قبل الوصول للفضائي حفاظا على البنت وأهلها وربنا يسطر على كل بناتنا طيب تدخل المواطنين الشرفاء حيك تقصدها بمعنى إيه يعني بمعنى أنها ما تبلغش وحد يدخل يحل المشكلة هذه مش مشكلة هنتصالح فيها ده حق للبنت فاللي حصل فيها كده لازم إحنا نشجعها أنها تبلغ عشان المجرم ياخد جزائه طيب اللي بيتحرش ببنت وبيجري في الشارع يعني بعد كده محدش قدر أنه يروح ناحيته هو هنا بقى دور المواطنين الشرفاء اللي حضرك بتتكلم عنه تدخلهم مش عشان حفاظا من الشوشارة لأ هم اللي لازم يمسكوا اللي عمل فيها كده في الشارع مش كل واحد يوقف يتفرج ويصور بالموبايل ويمشي أنا من وجهة نظر المتوضع يعني بشوف أنه ده دور المواطنين الشرفاء تمام سوز عواط بهلول بعد ممساح بحلينا بيقول الفكرة أن الأب أو الأم بيكونوا أصحاب أولا حتى نكسر حاجز الخوف ونشجعها لما تغلط تقول وعملوا أن ربنا يتمج طبعا وهذا اللي احنا بنادعو لين أولادنا يبقوا صحابنا يبقوا ما يخافوش يبقوا حاسين أنهما لما يجي يقولوننا مش بس لما حد يضايقهم أو لما حد يغلط في حقهم حتى لو هم شخصيا غلطوا سواء ابني أو بنتي هو ابني أو بنتي ما بيغلقها لازم هيغلط يعني بيغلط بشكل أو بآخر فكوني أن أنا خليه يوافق أو أنه هو ما يخافش أنه واجي يتكلم أنا بشوف ده نجاح للأسرة طبعا جمانة دميانة بتصبح لها مسكندرية وبتقول ربنا يحافظ على البنات من كل وحش وأكيد البنات بتسكت وتخبي بس أنا بقول لبناتي لما يحصل معاك حاجة تعالي قولي وما تخفيش وأنا بحقيكي على ده وبقول يا رب كل الأمهات تعمل كده صاحبوا بناتك قولوا لها ما تخفيش مهما كان اللي حصل تعالي احكي أنا معاكي مش ضدك أنا في ظهرك مش هقف ضدك فهتخلق البنات تبقى يعني ما عنداش حالة الخوف ممكن تبقى تعبانة ومنهارة من اللي حصل معاها ومش قدرة تتكلم بس هتجري لحضن أمها أول واحدة وتقول لها أنا حصل معايا كذا الحقيني أتصرف إزاي صديقنا أستاذ ميشيل دميان بيقول التحرش هو قلة تربية هو قلة تربية طبعا هو التحرش حاجات كثيرة جدا أستاذ أكرم رقوف بيقول حاجتين ممكن يقدوا يعني على ظهرة الاختصاب والتحرش تغليز العقوبات وتنفذها فعليا على الجميع وسانيا القضاء على المخدرات لأنها عامل رئيسي ومشترك في الجرائع أكيد طبعا طيب عشان بردو وقت الحلقة أقول لحضراتكم طلبات التبرع اللي جتلينا النهاردة مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم إيه موجب أو أموجب استنى من 25 ل40 سنة ويكون خالي من الأمرار رقم التليفون 0155 0725326 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم إيه موجب السن لا يزيد عن 35 سنة رقم التليفون 01120436295 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي موجب أو أموجب السن من 25 ل40 سنة رقم التليفون 0155 4183 043 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم إيه أو أو السن من 25 ل45 سنة ويكون ذكر رقم التليفون 01278350792 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي أو أو السن من 22 ل39 سنة رقم التليفون 0128709 7916 ويا رب بالشفى للجميع يا رب بالشفى للجميع لسه معاكم والنهاردة معنا موضوع مهم جدا عن فكرة البنى وقانون البنى الجديد وزي نتعامل معاه وإيه أهم البنود الأساسية فيه ونتكلم النهاردة في الموضوع ده باستفادة واللي عنده أسئلة يبتدي حضارها من دلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع وأهم الأخبار خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة